السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ايها الاحب الكرام تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا الليلة احتفاءا بهذا الشهر الفضيل نريد ان نضع على مسمعكم تذكرة باهم الاحكام الشرعية المرتبطة بفقه الصيام نحن نصوم رمضان وحري بنا ان نتفقها في الدين ونعلم احكام الشريع الاسلامية فيما يخص الصيام خصوصا الاداب التي ينبغي ان نراعيها في الصوم وكذلك نذكر بمن يجب عليه الصيام واحكام الاطفال الصغار والبنات الصغيرات ثم الانسان الذي عنده عدر شرعي وله ان يفتر في رمضان واذا افتر ماذا عليه من احكام وكذلك قضايا اخرى متعددة لها ارتباط بالصيام كالذي مات وعليه الصيام ماذا عليه ان يفعل ماذا يفعل اهله وورثته وغير ذلك من الاحكام الشرعية سوف نعطي جملة لبيان بعض الاحكام ثم نفتح خطوطنا الهاتفية لنتلقى اسئلتكم ونجيب عنها باذن الله اهم ما يتعلق باحكام فقه الصيام علينا ان نستحضر دوما الاصل في وجوب الصيام رمضان الاصل هو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لماذا نقول هذا الاصل لان الاحكام الشرعية لا بغي نعرف وشي مشروع ام لا كنفتشو في كتاب الله ثم في سنة رسول الله ككل الاصل اما في كتاب الله واما في السنة المطهرة او هما معا ففي القرآن العظيم تواجهنا هذه الاية هذا النداء الالهي للمؤمنين الذين حملوا شعرة الايمان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام بمعنى فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبين فرائض الدين كان يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا فالاصل في مشروعية الصيام هو القرآن العظيم والسنة المطهرة هذا الصيام معنى امساك عن الاكل والشرب وما في حكمهما منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس يعني مدة قصيرة جدا هذا اسهل صيام في تاريخ البشرية لان الاديان السابقة كما كتب على الذين من قبلكم كان الصيامهم صعب هناك اقوام وديانات يصومون على مدى الاربع وعشرين ساعة وهناك الصيام الاربعين اربعين يوم والصيام الخمسين خمسين يوم عند امم سابقة اما نحن امة لا اله الا الله ربنا سهل ويسر وجعل ذلك في متناول المؤمن اذا صلنا باذن الله تعالى ماذا علينا يستحب ان نفعل اولا اننا نعجل الفطر اذا سمعنا المؤذن او رأينا غروب الشمس من السنة اننا نعجل الفطر قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر انسان ما يبقى شيء يسمع الادان وبشي يقضي اغرض اخرى وينشاغل باشياء اخرى من السنة تعجيل الفطر وكيف نفطر الفطور النبوي الشريف انه كان يستحب ان نفطر على تمر او على رطبات واذا لم يكن حسى حساوات من ماء هذا احسن افطار كان الانس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن رطبات فتمارات فان لم يكن تمرات حسا حساوات من ماء من اللي سنسمع المؤدين كي يودن لابد اننا نعيد ما يقول لي قالوا المؤدين قلوا بحالوا واندروا الدعاء المأثور اللهم رب هذه الدعوة الثامة والصلاة القائمة الى اخره ثم كانت نولوا تمرات ثم نحسوا حساوات من الماء وكان قولوا اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت ثم غنط نصلي هنا العلماء دل تغذية كيقول لك من المستحب ان نقسم فطورنا الى مرحلتين المرحلة الاولى كيكون فيها التمر زائد الماء وكان نبقى خمس دقائق خمس دقائق هات خمس دقائق هي اللي غنصلي فيها او عشر دقائق انا بجد الجماع خطوات كلها خير هذه اللحظة الجسم دي انه كيستقبل السكري دي التمر وكيستقبل السائل دي الماء وكيبدي يوزع على الدورة الدموية والماء دا كده قد تستعد انها تستقبل طعاما والتمر هو الاساس لم يقول النبي الكريم التمر لانه فقط متوفر في الجزيرة العربية لا لانه هو المادة المركزة المغدية احسن اي طعم اخر حتى ولو كنت في اوروبا او امريكا او اسيا لابد ان تفطر من السنة على تمرن ثم بعد ذلك يقوم الانسان للصلاة خمس دقائق وكيعد المائدة ديالو بشي كل خطر مما ااته الله ربنا قلنا كل واشرب ولا تسرف هذه القاعدة العام مفطعا احسن قاعدة دهبية طبية هي هذه قوله تعالى وكل واشرب ولا تسرف كل مما شئت لخلق الله زينة اي طعام خلق الله تعالى في منفع ولكن بشرط واحد انك لا تسرف في الطعام انك تقوم على الطعام وانت لازلت تشتهيه ثم بعد ان تنتهي من الافطار كتقول دعاء ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبث الاجر ان شاء الله هنا الحمد لله سنتافع بالطعام ديالك طعامك سيتحول الى دواء سيتحول الى علاج ستلاحظ بان السكر وضغط الدم وجميع الامور في جسمك ستأخذ توازن ديالها لان الصيام ودواء صومو تصحو ثم لما نفتر كنفتر مع العائلة ذلك التجمع العائلي احنا الحمد لله في رمضان كنستافدو حصتين ذي التجمعات العائلية عند الافطار وعند الصحور كنجتمعوا بعضياتنا وكتوضط على علاقة ذي الاسرة وكتكل ابتسامة وكتكل المحبة وكتكل المودة دين ودنيا ولما ننتهي من الافطار انا داك نتوجه الى صلاة التراويح وهذا العمل هذا المشي عقب الطعام مفيد جدا كيخلي الدورة الدموية وكيخلي العضلات على الجسم وكيخلي جميع الاعضاء ديالجسم كتشتغل وكمشين الصلاة والصلاة طويلة ديالتراويح كما رأيناها الان وفي الصلاة هناك ركوع وهناك سجود وهناك قيام يعني شد للمعيدة وارخاء اللغاء ولبقية العضلات رياضة مفيدة بعد بعد الافطار فمن السنة تعجيل الفطري ثم تأخير الصحور من سنة تأخير الصحور يعني حبدا لو تسحرنا في الآخر الليل آخر الليل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تسحروا فإن في السحور باركة ولو ولو بالقليل كتسحر بشعجة ولو قليلة باش تبقى شاد القوة باش تفق في الصباح الباكر عوتاني وتمشي لعمال ديالك لأن رمضان ليس شهر الكسل ولا شهر النوم وإنما هو شهر العمل وشهر البدل وشهر العطاء بل هو شهر الامتصارات لاحظنا بأن المعارك الكبرى في الفتوحات الإسلامية تمت في شهر رمضان ومن أبرزها غزوة بدل الكبرى التي فيها دلالة على أن الإنسان عليه أن لا يحدث نفسه بالعجز عليه أن يحفز نفسه على العمل وهو صائم لا ننسى أيها الأحباب الكرام أننا ندعو الله تعالى ونحن نتناول وجبة الإفطار لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاث لا ترد دعوتهم منهم الصائم حتى يفتر مع الإفطار اختم دعيه قال صلى الله عليه وسلم إن للصائم دعوة عند فطره ما ترد دكش اللي في قلبك دكش اللي في النية ديالك عند الآدان قبل ما ديالك التمر أو الجرعة ديال ما في فمك فارفع أكف الدراعة إلى السماء وقل يا ربي إني أريد كذا وكذا إني ضعيف فقويني وإني فقير فاغنني وإني ضال فاهدني وإني جاهل فعلمني وإني وحيد فجمع شملي وهكذا ربك عز وجل يعطيك ما تريد إن للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة لا ترد وعلينا أيها الأحباب الكرام أن نقتنصها والصحابة رضي الله عنهم كان كل وحد عنده دعوة من بينهم كان ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عند إفطاره دوما يا واسع المغفرة اغفر لي يا واسع المغفرة اغفر لي رغم أنه كان الشاب يعني لم يقع في خطايا ولا ذنوب ولكن كان يحب المغفرة يا واسع المغفرة اغفر لي ودي أعظم دعوة لأن ربك إذا غفر لك في الدنيا كنت من أهله وخاصته ما يتعلق بأحكام الشريعة في فقه الصيام هي كثيرة جدا من بينها قد نتساءل هذا الصيام على من يجب شكو لإخصصهم هذه الصوم كل واحد اللي هو أولا تكون عنده العقيدة المسلمة اللي هو عنده عقيدة إسلامية اللي هو عنده غير عقيدة إسلامية هذا لا يصوم وحتى إذا أسلم لا يطالب بقضائه واحد الإنسان يا الله سلم ربعين عام هو على دين آخر إما مسيحي أو يهودي أو لا ديني ولكن رب عز وجل لهذا فحينما يسلم لا يطالب بقضاء الأيام والسنوات الماضية لماذا لأن ربي قال لنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هذا الضمير على من يعود على المسلم رب هناك خطب المسلمين يا أيها الذين آمنوا أما غير المؤمنين هم غير مطالبين بفروع الشريعة ثم هذا الصيام هو كي يجب على المسلم يكون بالغ يعني أن لكان صغير قبل حصول بلوغ هذا ما معل صيام ولعلمات دي البلوغ هو بالنسبة للولد أنه إنبته الشعر الولد الصغير عنده 12 عام 13 عام كان لحظه بأنه عنده إنبته الشعر في الآيبة ديالو في العانة ديالو هذه علامة لأنه بلغ أو أنه نزل منه الماء ماء الماني بشهوة هذا كيدل على أنه هذا الصغير بدأ يبلغ مبلغ الرجال خاصة يصوم قد يكون 12 عام 13 عام والبنات كيصوموا قبل كي البنات كيصوموا لتسع سنين على عشر سنين لأن البنت دمها سخون ولعالمة ديالو كذلك وهو وقوع الحيض البنية كتشعر بالحيض فاللي كان ما فيش العلامات لا يصوم لأن الطفل الصغير قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم عن الصغير حتى يبلغ حتى يبلغ ثم كذلك خاصة يكون مسلم وبالغ وعاقل خاصة يكون عاقل عنده العقل إلا كان شيء واحد لقدر الله مجنون أو كان معتوه أو كان مخرف هذا ما مكلف غير مكلف لأن مناطق التكليف هو العقل خاصة يكون إنسان عاقل كفهام كميز أما إذا وقع له جنون أو خرف هذا لا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم عن المجنون حتى يعقل ثم يكون مسلم وبالغ وعاقل ويكون قادر قادر لأن غير القادر لا يصوم غير القادر هو العاجز هذا معلي صيام وهذا العجز قد يكون طارئ إنسان ربما كان صحيح كان بخير وعلى خير واحد لحظة وقعت له حديثا أو قعلي شي واقع من المواقع وصار غير قادر عاجز هذا هذا غد يفطر ولكن سوف يقضي بعد أن يتجاوز هذا العجز الطارئ أما اللي عنده عجز دائم عجز دائم يعني مريض مرض مزمن ولهو كبير السن امرأة كبيرة أو عجوز أو شيخ كبير هذا معله هذا عجز دائم هذا هذا فقط سوف يفدي عن كل يوم يفدي الأطفال الصغار ملكي بغوي صمو هو في الأصل نعلم نتعود نعلم ولدتنا الصيام ونعلمهم الصلاة لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مروا مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر الصلاة هي رقن أساس من أركان الدين كنبدو نعلم الأطفال الصغار دينا الصبية نعلمهم الصلاة أولا على سبع سنين بالكلمة الطيبة ونحرس على التقليد التقليد يقليدون في الصلاة كنعلمهم خطوة خطوة ثلاث سنوات لسبعين احتل عشر سنين عشر سنين هنا كان دنتعلم مع الأولاد الصغار ماشي بالتقليد كم دنتعلم نتعمل معهم وشوي دي شوي دخوشونة لأن الإنسان خطوة شوي دشدة باشي فيق باشي كن محفز وضربوهم عليها لعشرين وكان الصحابة رضي الله عنهم كي علموا ولدتهم الصيام والصلاة واللي كان مقدر كي يطول اللعاب يتلهى بها كي بقى يلعب بها حتى يقدر أنه يبدأ يصوم ويصلي هذه لا بد من النشأة هذه كتسمى النشأة الإسلامية وكان ناخذ ولدتي معايا للتجمعات وحتى تجمع للأهل القرآن أمسية قرآنية صبحية قرآنية جلسة إيمانية كان ناخذ معايا لولدت أنا كان فرح كتير من اللي كانلقى في الشارع غادي واحد الأسرة غادي الزوج والزوجة ولدتهم غادي الجامع ولا غادي المركب الثقافي ولا غادي لوحد التجمع ديني يعني كتحس بأن الأسرة كتتربى على هاد القيم رها مهمة للغاية لأن الأسرة اللي في هاد الصفات غادي يتكون في مأمن عن المصائب اللي كتسمنا بعد المراهقة الأولاد رها كيتصابوا بجنون كيتصابوا بحمق كيتصابوا بفوارا عاطفي كتجيهم مراهقة قوية كاللي كيدخل لك الفيلم دي العشق والهيام ويدلك مصائب وكلك يدخل المخدرات وكل لكن لربنا من الأول على هاد الأسرة الأم والأب كيمشون المساجد كيمشون الأذكار كيمشون التجمع الدنيا كتسمع عدنا أسرة محترمة وأسرة يعني في أمان كتنشأ في نشأة إسلامية ربانية الناس اللي هما لهم أن يفتيروا في رمضان لأن مشيكل سيكي صم كان واحد الفئة الله سبحانه وتعالى دل لهم العضر وقال لهم أنهم ميصوموش يعني الإسلام مبنيون على اليسر وعلى عدم الشدة فالناس اللي يربي إسهل لهم ميصوموش كل من كان عنده المرض لهو مريض هذا المرض أنه ربنا قال لنا فمن كان منكم مريضا ومن كان مريضا هذا لابد أنه يفتر لكن المرض مرض حقيقي اللي عنده مثلا جرح في الأصبوع وكتسمش مرض اللي عنده الزكام ولا عنده السخانة هذا لا يسمى مرض اللي عنده وجع في الدرس أو في السنان لا يسمى مرض هذا هذا ألم ألم وغادي دوز لكن المرض هو مرض حقيقي للإنسان ما يقدرش صمعه ديك سعر ربي عز وجل قل لك أن تفتر الله رحيم كذلك اللي هو ياكي سافر المسافر المسافر سفر لهو سفر مباح أو سفر طع كالي غادي سفر طع يسل الرحيم أو غادي نمشي لشي مكان فيه شي مسجيد أو شي شي مركز للعلم هذا سفر طع عنده الأجر والتواب ولكن سفر مباح يعني للسياحة وللتجارة كله مباح إلى الإنسان قطع أكثر من 80 كيلومتر ثم شعر بالتحب وهو مسافر لهو أن يفتر ربنا أعطى هذا الرخص قال إن الله تعالى ومن كان مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني في الغالب قال العلماء يشعر بالسفر بالمشقة عنده مشقة زائدة لهو أن يفتر خصوصا أيام زمان كانت كي يسفروا على الدواب وكانت الحرارة مفرطة وكي كل عطش حتى اليوم الحمد لله عندنا سيارات مكيفة عندنا عندنا التسهيلات كثيرة ولكن كي يسفر واحد سفر طويل وصدف واحد اليوم لهو مشمس وحار كي يعاني إلى مقدر سيصوم الله تعالى أعطى هذا الرخص قال لفعدة من أيام أخر يعني يفتر اليوم ويعود يردك اليوم بعد رمضان إن شاء الله تعالى أيضا من الذين لهم أن يفتروا في رمضان المرأة الحائض المرأة الحائض الحائض هو دم طبيعي ربي يكتبوا على بنات حواء عندهم في أوقات معلومة ملك الجيدة من الحائض معناه أن المرأة لا تصوم علاش لأن ذاك الدم كي يخرج منها كي يستنزف لها الطاقة كي يستنزف لها القوة والله تعالى رحيم بالعباد وزيدا المرأة الحائض المرأة النفساء المرأة اللي كتوضع المولود وكي يخرج منها الدم بسبب الولادة حتى هذه أيضا كيتألم وكي يستنزف الطاقة قد يلها الله سبحانه وتلقى لهم فعدة من أيام أخر وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة المرأة الحائض والمرأة النفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لماذا لنا الصلاة مقدسة إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوطا الصلاة نفت وقتها ما بقى تعود ترجع ولكن الصيام حتى يكون غير مرة مرة كنحاولون أننا نقضي بإذن الله تعالى وكذلك المرأة إلا كانت حامل ولا كانت مرضع المرأة لكات مرضع واحد السؤال اللي تعرضت له السيك يقول لك مراتك تردع واش نردعت في نهار رمضان غتكون فطرات لا لا علاقة بالإفطار المولود كي يرضع في الأم دياله الصيام هو صحيح لأن هذا طعامه هذه مش علاقة عاطفية جنسية هذه علاقة للحياة ربي عز وجل لملك يولد المولود يفجر له عرقا في تدي أمه في تدي الأولى في طعام والتدي الثانية في شرب في الصيف يكون باردا وفي الشتاء يكون دافئا هذه كرامة الرحمن ربي كي علمنا بأن الرزق مضمون الناس كيتخاصموا على الرزق كي بقي في القرئ أنت رزقي غير تقطع ورزقك مضمون شوف لما كنت راضي عنه الله تعالى جاب لك لالطعام من تدي أمك بلا تعب ولا مشق واحتى الأم ما كتشري ما كتنفق يعني كتجلس وكيف يضع لها الحليب حتى أن بعض النساء إلى ما ردعت هي كتشعر بالألم في تديها فالمرأة إلى قدرة أنها تردع وشعرت بالصحة والعافية وولدها مزيان تصوم لكنها إذا شعرت بأن هذا الصيام كيجيب لها السخفة والعياء وأن اللبن في تديها قلة والراضيع غد يبقى من يكلش هنا أباح لها الشريع الإسلامي أنها تفتر تفتر من أجل رضيعها كذلك شبيه بها المرأة الحامل المرأة لا كانت حاملة وقدرة تصوم مشاعة لها بتعاب ولا بمشقة لها أم تصوم لكن في الغالب في الغالب المرأة الحامل كتكون صخفانة ما عنداش القدرة فاش تتحرك كتفق في الصباح الباكير كتشعر بالجفاف في حلقها وكتشعر بأن ضربت نبطة القلب ضعيفة وكتشعر بأن القوة لها زيلة خصت تأكل لمدل أن الحمل اللي عندت بطنها يأكل منها ويأكل معها فربي عز وجل الرحمن الرحيم أباح للمرأة الحامل والمرأة المرضع أنهما يفطران في رمضان وبعد ذلك إن شاء الله قالنا دوما فعدة من أيام أخر يعني مشي الفيديا خاصة القضاء الفيديا لمن كتكون الفيديا كتكون عن العاج عن الصيام لكبار أو لمراضين لا يرجى برؤه هادهم اللي عندهم الفيديا إنسان مثلا عنده وحد المرض خبيث لا يسترنى ويستركم عنده مثلا السكر يطالع بزاف أو الطوص ينطلع بزاف وما صعب بشي يرجع أو عنده سرطان والعياد بالله أو عنده مرض الكيلة أو غيرها من الأمراض هذا مرض مرض لا يرجى برؤه ولا حتى بغير برؤه سنين وكذلك الكبارين إنسان صار فاستين سبعين ولا الله يرحم ضعفنا إحنا كان بدأه ضعف وكانت تهيب الضعف إذا كان كبير السن وعاجز عن الصيام هذا كيف تر هذا هو ملاهلم الفيديا العاجز لكبارين أو لمراضين لا يرجى برؤه هذا اللي قال فيهم الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فيدية الطعام مسكين يعني يطيقونه بمشقة زائدة ريقدر يصوم كين بعض الناس كمار كين يرجى بغير يصوم هو يقدر يصوم ولكنه بمشقة زائدة من اللي يصوم ربما الطابب كي قل لي رك تهدد الأعضاء الأخرى في الجسد ربما كيت أدلك الكيلي كيت أدلك البصار كيت أدلك كده فكهولي من الأفضل أن تفتر أيضا من أحكام الصيام في رمضان كان كيت سأل الناس كثير على اللي مات لا قدر الله مات وعليه الصيام ماذا عليه أن يفعل هنا العلماء قالوا بأن الإنسان يصوم عليه لورة الديولو لورة الديولو كي يصوم عليه أو يفدون عنه يفدون عنه فدية وغد يكون إن شاء الله تعالى العمل صحيح بإذن الله هؤلاء كلهم أفطروا لماذا لأنه عندهم عذر شرعي رب سبحانه وتعالى اللهم أصحاب الأعضار الشرعية قال لهم الله تعالى أنهم يفطروا ومن البعض يقضيوا بعد رمضان والليم يقضي سيصوم نهائيا يفدي يطعاموا مسكين عن كل يوم كان قضية تانية وهي اللي افطر هو وليس من أصحاب الأعضار الشرعية كان واحد الناس افطروا في رمضان ربما أشقى له رسول هذا عليه عليه أحكام أخرى الإنسان الذي أفطر بلا مراضين ولا 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 سفرين عليه أحكام أخرى ماذا عليه أن يفعل عليه أولا عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر أطعم ستين مسكينة هذه الكفرة لمن أفطر في رمضان عمدا شو واحد ربما قال له رسول أجل نفطر إما شرب شرب الماء وإما أكل الطعام وإما جامع زوجته أو غير ذلك من الأمور كان شباب يوقع عليهم هكذا وكان الشباب اللي عندهم بعض الجمعيات الحقوقية يقول لك كل واحد هو حر في رسول حرية فرضية لكن من البعد يتندم مع الحال وكيقول يا ربي أجدرت كيسول ماذا قال الفقه الإسلامي كنقول الشريعة الإسلامية قتلنا أن من أفطر في رمضان عمدا فعليه ليس القضاء وإنما عليه الكفارة والقضاء جوج يقضي ذلك اليوم ويكفر عن خطيئته هذا الكفارة كتكون على الترتيب مش التخيير الترتيب كيكون أولا عتق رقبة مؤمنة لكن عتق الرقبة اليوم مبقاش العبيد لم يعود في البلاد الإسلامية ولا في العالم برمته تقريبا وقد يعود من يدري لأن الحياة السياسية والصراع بين الحق والباطل دائما موجود ممكن تنقلب المفاهيم ويعود الظلم وتعود ديكتاتورية ويعود الاستبداد ويعود الرق من جديد رقر في أمريكا حتى العشرينة من القرن الماضي ومازال الرق موجود في أمريكا وسوق النخاسة ويباع ويشترى يعني واحد مئة سنة كان مازال أمر عادي جدا جدا كانوا يعتبروا بأول أن في إفريقيا الجنوبية والبيض والسود المهم احنا الحمد لله في العالم الإسلامي ما كانش الرقاب لأن الشريعة الإسلامية هي هدفت منذ أن أنزلها الله تعالى أنها تنجو العلاقة مع الرق مع العبودية ولهذا ربنا شرع الكفارات الكفارات معظمها عدق رقبة عدق رقبة عدق رقبة كل عمل يترتب عليه كفارة إلا وربنا شرط وفرض عدق رقبة هذا أول شيء فإذا ما كانش عدق رقبة ماذا يفعل من أفتر في رمضان عمدا عليه صيام شهرين متتابعين لابد أن يصومهم متتابعين لكن يخبرني يقول الإنسان أنا ما نقدرش أنني صمت نهر واحد ولم أستطع أن أفتر أن أتبع الصيام أنك يقول العلماء إذا لم تستطع عليك إطعام ستين مسكينة أنك أجمع المال وإطعم بواحد ستين مسكين وبدلك تكون بإذن الله تعالى من الذين ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم وإلا فأمرك إلى الله جل جلاله الإفساد للصيام عنده أسباب لك إفساد للصيام السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة